خلينا نتعامل مع ضغوط الحياة وخاصة ضغوط العمل وخلينا نكون صريحين مع أنفسنا بيئات العمل خاصة في عالمنا الشرق أوسطي بيئات مرهقة للأعصاب وأحيانا كتير بتسبب الضيق العاطفي الإجهاد العصبي التعب مليئة بالدراما أحيانا بالمشاحنات أحيانا ودي يعني بتكون بيئات غير صحية ومش كل واحد فينا يقدر يسيب هذه البيئة ويسيب شغله ويروح لشغل تاني أو لبيئة تانية بيئة عمل تانية ده مش متاح للجميع علشان كده لازم نحاول أن احنا نتكيف مع بيئات العمل المرهقة للأعصاب دية بدون ما نخسر أنفسنا بدون ما نخسر صحتنا وأعتقد أن أهم استراتيجية حتمكننا أن احنا نتعامل مع ضغوط الحياة وضغوط العمل خاصة ضغوط العمل هو أن احنا ما نكونش جزء من الدراما ما نكونش جزء من المشكلة ما نكونش سبب في تأجيج هذه المشاعر الوحشة والعلاقات السيئة في محيط العمل النقطة التانية المهمة جدا أن احنا لازم نتعلم الرعاية الذاتية لأنفسنا زي ما بنقدم الرعاية للآخرين سواء في البيت أو في العمل للعمل بتاعنا لزملائنا لازم نتعلم أن احنا نقدم الرعاية دي لأنفسنا ودي في حد ذاتها مهارة ودايما أكرر لكم مدام مهارة يبقى ده خبر كويس أن احنا نقدر نتعلم هذه المهارة لو قررنا ولو حطينا الجهد المناسب علشان نتعلم مهارة الرعاية الذاتية لأنفسنا هذه الرعاية الذاتية لأنفسنا هي اللي هتمكننا من أن احنا نتعامل مع ضغوط الحياة بدون ما نخسر أعصابنا بدون ما نخسر صحتنا بدون ما نخسر كمان علاقتنا مع الآخرين وبصراحة يعني لما شفت بعض الإحصائيات طبعا الإحصائيات اللي جاية من العالم العربي إلى حد ما محدودة وإلى حد ما ما فيش دراسات منشورة كتير عن اللي بيتم في بيئات العمل في عالمنا العربي ولكن من الرسائل اللي جاتنيه ومن السرش اللي أنا عملته لقيت أن في زيادة كبيرة جدا جدا مثلا لأعراض الاكتئاب بين الناس أعراض القلق أحيانا العزلة الاجتماعية اللي مش بتسببها العلاقات الاجتماعية ولكن بتسببها علاقات العمل وطبعا لو جينا لمفهوم الرضاء الوظيفي فحدث ولا حرج أعتقد أن لو عملنا استبيانات في مؤسساتنا وشركتنا العربية حنلاقي أن مستوى أو معدل الرضاء الوظيفي في الحضير وده أعتقد أنه يمكن في أغلب الدول العربية الشرق أوساطية أن مستوى الرضاء الوظيفي منخفض الأسوأ بقى أن البيئات المضطربة بيئات العمل المضطربة بتأثر علينا وتسبب لنا مشاكل خاصة بنا إحنا زي مثلا احترام الذات الثقة بالنفس لما نشتغل في بيئة مزعزعة لثقاتنا في أنفسنا هتهتز صورتنا أمام أنفسنا وإحنا كل يوم بنتعامل مع مدراء متنمرين زملاء متنمرين لازم يحصل أن احترامنا لأنفسنا يتهز ثقاتنا في أنفسنا تهتز صورتنا أمام أنفسنا تهتز وده كمان بينعاكس على علاقاتنا الشخصية وعلاقاتنا الاجتماعية خارج نطاق العمل يعني داخل نطاق العمل العلاقات بتكون معطلة أو متأزمة وبناخد هذه الأحمال اللي بتتراكم فوق كتافنا وناخدها خارج العمل فبالتالي بتأثر على علاقاتنا مع أهلنا مع أحبابنا مع شركاء حياتنا مع أولادنا حتى يعني بشكل عام بتخلي علاقاتنا الاجتماعية علاقات عرجاء ويمكن فيه يعني فيه ترند كده لمسته من كلام الآخرين فيه نوع من إحساس الشعور بالوحدة أو العزلة النفسية والعزلة النفسية حاجة والعزلة الحقيقية الاجتماعية حاجة العزلة الاجتماعية أن الشخص بينعزل فعلا ما بيخرجش يقابل حد ما بيروحش يشوف حد بيقتصر علاقاته على ديرة صغيرة أوي 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 ارتاجات تكون شخص أو اتنين العزلة النفسية بقى هي أن احنا رغم أن عندنا علاقاتنا الاجتماعية ومستمرين في أداء علاقاتنا الاجتماعية وأداء أدوارنا في كافة الأسعادة ولكن من جوانا عندنا شعور بالوحدة والانعزال عندي شعور أن أنا مش مرتبط عاطفيا ولا نفسيا بالناس اللي أنا بتعامل معاهم قاعد معاهم بس مش مبسوط بقاعدتي معاهم ودي كلها مشاعر يعني تقيلة أوي 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 كمان الإجهاد الجسدي والإجهاد العاطفي والعصبي برضو من المشكلات اللي بتزيد قوي والناس بتتكلم وبتعبر قد إيه إن هم حاسين بالإرهاق حاسين بالإجهاد الجسدي على طول حاسين بالإجهاد العاطفي ومشاعرهم على طول متأزمة ومتقلبة علشان كده لازم نتعلم مفهوم الرعاية الذاتية لأنفسنا ولازم نتعلم طرق تخلينا نخلق توازن في حياتنا ما بين كل الأدوار اللي احنا بنلعبها ويمكن كان أول مرة أتطرق للموضوع دو كنت فيه وأنا بدرس رسالة الماجستير ده كان في أوائد الألفينات وكانت مفهوم الwork life balance أو التوازن ما بين الحياة والعمل مفهوم طبعا غائب لسه ما كانش يجيه أصلا في عالمنا العربي ولكن كان ابتدى يدخل شوية شوية في التطوير المؤسسي وابتدى العلماء وابتدى الخبراء في هذا المجال يتكلموا وأنا كنت من أوائل الناس بعد ما أخدت المجاستير بتاعي وركزت على القيادة المؤسسية إن من دور من أدوار القائد أو المدير الناجح المهمة جدا جدا إنه ما يحولش البيئة بيئة العمل لبيئة مرهقة للناس اللي بتشتغل معاه ولكن إن لم يتسنى لنا العمل في بيئة مريحة وجميلة وشركة رائعة نعمل إيه؟ هو ده اللي أنا هركز عليه النهاردة مفهوم الرعاية الذاتية إن إحنا نراعي أنفسنا وإن إحنا نعالج أنفسنا من المشاكل اللي بتحصل لنا في بيئة العمل ترجمة نانسي قنقر